اشتركوا في القناة الملفات طبعا تقريبا كلها فكيتها يدوي باليد على اساس اني بدي اخلي لكم اخر ملفين او اول ملفين لفوم الشركة من تحت على اساس اني اورجيكم كيف التوصيلة ممكن انه تفهموها اكثر وبسهولة اكثر طبعا احنا حكينا زي ما انا رسمت الرسمة خلوني بس اجيب الدفتر واجي طبعا ممكن انا اعمل فيديو للرسم لوحده برسمة اوضح من هاي طبعا هاي المجريين اللي بدخلوا فيه الملف اللي هو خطوته من 1 الى 6 وهاي اللمات للكولكتور احنا حكينا انه النهاية بتخرج من المجرى اللي على الشمال وبنعد من اللامات بنعد باتجاه الشمال باتجاه ايدي الشمال انا واقف باتجاه ايدي الشمال خمس لامات بتكون موجودة النهاية يعني البداية على اللام الرابعة والنهاية على البداية على اللام الخامسة زي ما حكينا هاي المجرى المجرى بين اللامتين في الفاضي بين اللامتين وبنعد باتجاه ايدي الشمال اربع لامات بتكون بداية واللامة الخامسة بتكون النهاية هاي واحدة ثنتين ثلاث اربعة البداية واللامة الخامسة هي النهاية طبعا البداية بتنزل وبتدخل في المجرى اللي بعيد في المجرى اللي بعيد اللي من جهة اليمين وبترجع على المجرى القريب اللي من جهة الشمال وبنلف العدد المطلوب وبنرجع بالنهاية يعني خط النهاية بيطلع من المجرى القريب على اللامة الخامسة وهذا هو رح أبرجيكم إياه الآن طبعا أنا كنت هيا علمت المجرين اللي علمتهم لا عرفش إذا واضح اللي علمتهم أنا بالمشروط هيك تعليم خفيفة وحطيت هنا لاسق وكتبت النهاية هون على اللامة هاي نهاية الملف أو آخر ملف لفته الشركة اللي احنا أخذنا بياناتنا منه طبعا الآن الملف اللي تحت أول ملف بلتف بكون في المجرى اللي قبله فإذا رح يكون بداية الملف الأول هذا اللي تحت الموجود الآن رح تكون هنا جنب النهاية اللي طلعناها فرح تكون بدايته على النهاية هون هاي النهاية اللي طلعناها تبعد آخر ملف نهايتها رح تكون فوق بداية أول ملف بتلفه الشركة دايما احنا الشركة لما تبدأ تلف مثلا بدأت تلف من اللامة هاي نعم بتبدأ بتلف بتلف بتكمل البوبين في الآخر آخر ملف بالوجه بلفو الشركة بيجي نهايته فوق بداية أول اللف فوق بداية أول ملف لفو فوق بداية أول ملف لفو طبعا زي ما انتم عارفين كل اللامة عليها بداية ونهاية بداية ونهاية فأول ملف بلفو بدايته على اللامة بتوصل معاها نهاية آخر ملف من لفو في البوبين آخر ملف على الآخر في البوبين نهايته بتيجي فوق أول بداية طيب الآن هاي نهاية آخر ملف إذن الأصل إنه يكون عليها بداية أو بداية أول ملف طيب والآن احنا منشوف لو نيجي نعدها ما حكينا بالرسمة واحد اثنين ثلاث أربعة إذن علي البداية على اللامة الرابعة هاي لو نعدها كمان مرة بنعد من المجرى اللي من هون واحد أو من اللامة عفوا من اللامة اللي هون واحد اثنين ثلاث أربعة إذن بداية أجت فوق النهاية بداية الملف اللي تحت بداية الملف اللي تحت أول ملف لفو بيجي عليه نهاية آخر ملف لفو إذن إحنا شغلنا إن شاء الله إنه صحيح طبعا الآن هذا الملف حكينا هي بدايته هون عفوا آ نعم هي بدايته هون إذن نهايته في اللامة اللي قبله الآن بفكها أنا بهذا الشكل لاحظوا هاي النهاية أجت في المجرى فعلا اللي حكينا عنه هايها والآن بنعده طبعا أنا عديته 46 لفة خلوني أفكه أرجع لكم طبعا أنا فكيته الملف ظل عندنا الملف الأخير آآ تأكيدا يا إخواني آآ إحنا طبعا ممكننا ننسي تحكي لكم منتطلع إحنا بباب المجرى بالنسبة للكولكتور فبنشوف إنه باب المجرى آآ بيجي مقابل الفتحة اللي بين اللامات أو بيجي على لامة آآ مليانة إحنا بنسميها الآن لو تطلعنا آآ فتحة باب المجرى فتحة باب المجرى بتيجي آآ على الفتحة اللي بين اللامات طبعا هذا على أساس إنه إحنا ده بدنا نغير الكولكتور ونحط كولكتور جديد لازم يرجع بنفس الترتيب وزي ما حكينا إحنا بنعد آآ خمس لامات النهاية موجودة يعني اللامة الرابعة عليها البداية والخامسة عليها النهاية الآن بنعد باتجاه الشمال باتجاه إيد الشمال أنا اللي واقف باتجاه إيد الشمال بنعد من أول لامة واحد نين ثلاث أربعة هاي هنا البداية وهنا النهاية ضهروا خلينا بس أعدلكم هكما مرة واحد نين ثلاث أربعة إذن البداية هنا والنهاية هنا الآن أنا بفتح هاي النهاية أمامكم وبسحب السلك هو نفسه هذا السلك هاي هنا لاحظوا هاي النهاية تلعتم المجرى ولاحظوا البداية وإن إحنا فكينا فكينا النهاية من هذا اللامة من هاي اللامة هاي البداية مكتوع السلك هاي البداية على اللامة اللي جنبه مباشرة هاي هي التوصيل يخوان ويعني سهل التوصيل وإنت بتقدر تأخذوا التوصيل زي ما حكيت لكم أنا بأريق لولر لكن أهم شيء يا أخواني في لف البوبين أو إعادة لف البوبين هو أنه تأخذ توصيلك بشكل صحيح لأنه إذا إنت أخطأت في التوصيل طبعا ما رح ينجح معاك البوبين نهائيا فلازم أنت تتأكد بشكل كبير من أنه توصيلك صحيح قبل ما تبدأ تشتغل في لف البوبين طبعا الآن أنا بدي بفك الملف الباقي وبسوي ورق وبنظفه وبنظف ممكن نظف إنحاس شوية وبعمل ورق ولما نأجي أبدأ باللف برجعلكم على أساس نشوف كيف بدنا نبدأ باللف فخليكم معنا ولا تنسوا زي أغصيكم دائما أغصي نفسي لا تنسوا صلواتكم الخمسة والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من الاستغفار والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته